متخفين بلباس مدني ضمن حافلة مغلقة يقتحب عناصر من ميليشيا أسد الحي الشمالي في مدينة الصنمين بدرعة لتنفيذ حملة اعتقالات بحق قياديين من فصائل المصالحات أبرز هؤلاء القيادي السابق وليد الزهرة الذي لم يكن موجودا في منزله عناصر ميليشيا أسد واجهوا مقاومة مسلحة من قبل أهل الحي خلال محاولاتهم اعتقال شقيقي وليد الزهرة كراهينة ما أدى لمقتل ثلاثة عناصر وجرح آخرين بحسب ما ذكر مراسل أوريانت نيوز أبرز هؤلاء القتلى وبحسب ما نقلته صفحة وزارة الداخلية التابعة للنظام على الفيسبوك الملازم في فرع الأمن الجنائي معلّ سليمان الصفحة زعمت بأن العملية الأمنية كانت تستهدف أخطر المطلوبين في درعة وقوع قتلى لميليشيا أسد في مدينة الصنمين ليس المرة الأولى فمنذ نحو شهر تعرض حاجز السوق ومفرزتها الأمن العسكري والسياسي في المدينة لهجوم عنيف قبل مجهولين أسفر عن وقوع قتلى وجرحة لتعلن الأفرع الأمنية هناك عن حالة استنفار لميليشياتها المتمركزة في الفرقة التاسعة وتحريك الدبابات باتجاه مدينة الصنمين إقدام المدنيين على المواجهة المسلحة لمجابهة عمليات الأتقال التي تشنها ميليشيا أسد بشكل مكثف في مدن وبلدات درعة تأتي بعد تنفيذ الأخير عمليات اغتيال بالجملة بحق قادة المصالحات ومدنيين معارضين لهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر